النجاسة استعد سأركل الكرة ركلة قوية حسنا الحق بالكرة قبل أن تصيب الكلب انظر إلى هذا الكلب لا داع للمسه لأن لمس الكلاب من النجاسة ماذا تقصد بالنجاسة؟ هي أشياء مستقضرة شرعة تمنع من صحة الصلاة لذلك الكلب نجس بذاته ولا يمكن تطهيره بالفعل وتنقسم النجاسة إلى قسمين أولا النجاسة الحكمية وهي أشياء طاهرة ويقع عليها بعض النجاسات فتصبح نجسة مثل الثوب إذا أصابه البول والنعل إذا ديس بها الغائط والماء إذا مات فيه حيوان وتغيرت رائحته ثانيا والنجاسة الذاتية هي أشياء نجسة بذاتها لا يمكن تطهيرها مثل البول والغائط والكلب والميتة وهل توجد درجات للنجاسة أم هي درجة واحدة؟ بالفعل توجد درجات للنجاسة النجاسة أولا المخففة ثانيا والمتوسطة ثالثا والمغلظة فالنجاسة المخففة مثل بول الصبي الرضيع إذا أصاب الثوب ونحوه وتطهر برش الماء عليها حتى يغمرها ولا يحتاج إلى فرك أو عصر وهذا خاص ببول الرضيع الذكر دون الأنثى ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي صغير لم يأكل الطعام فبال على ثوبه فدعى بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله والنجاسة المتوسطة مثل بول الآدمي وغائطه وتطهر بإزالة جرم النجاسة إذا كان لها جرم وتنظيف محلها بالماء أو وسائل التنظيف الحديثة أما النجاسة المغلظة مثل نجاسة ما ولغ فيه الكلب وتطهر بالغسل سبع مرات أولاهن بالتراب ودليل ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب رواه مسلم ومن طرق تطهير الأشياء المتنجسة تطهير الأرض المتنجسة والماء المتنجس والثوب المتنجس والسجاد المتنجس وجلد الميتة ومن طرق تطهير الأشياء المتنجسة أولا تطهير الأرض المتنجسة إذا وقعت النجاسة على الأرض فإن كان لها جرم كالغائط فإنه يزال أولا ثم يصب على موضعه الماء حتى لا يبقى للنجاسة أثر وإن لم يكن لها جرم كالبول فإنه يصب على الموضع ماء حتى لا يبقى للنجاسة أثر ثانيا أما تطهير الماء المتنجس يطهر بحيث لا يبقى للماء أثر ويتم ذلك بإضافة ماء كثير إليه أو تنقيته بوسائل التنقية الحديثة ثالثا ولتطهير الثوب المتنجس يغسل بالماء رابعا وتطهير السجاد المتنجس يغسل بالماء أو المنظفات الحديثة خامسا وتطهير جلد الميتة بالدباغ ولكن ماذا نفعل إذا علمنا بوقوع نجاسة على شيء لم نستطع تحديد ما كان النجاسة فيه؟ هنا تسمى خفاء موضع النجاسة حيث يلزمنا أن نغسل ما يتيقن زوال النجاسة بغسله ومن صورها أولا إذا علم أنه قد وقع على كمه نجاسة لا يعرف موضعها تماما يغسل كمه كله ثانيا أما إذا وقعت النجاسة على مفرش صغير أو سجادة ولا يعرف موضعها تماما فإن علم الجهة التي هي فيها كأسفل السجادة أو أعلاها غسل ذلك وإلا غسلها كلها وعليك معرفة أن بول الحيوان المأكول وروثه طاهران جزاك الله خيرا يا يوسف على هذه المعلومات تعلمت اليوم أن النجاسة هي أشياء مستقدرة شرعا تمنع صحة الصلاة وتنقسم إلى النجاسة الحكمية النجاسة الذاتية ودرجاتها النجاسة المخففة النجاسة المتوسطة النجاسة المغلظة ومن طرق تطهير الأشياء النجسة تطهير الأرض المتنجسة والماء المتنجس والثوب المتنجس والسجاد المتنجس وجلد الميتة تحتاج إلى النجاسة المتنجسalle